إذا ما كانت هناك رغبة للتيار الصدري بالعودة إلى مجلس النواب وكان يحاولون لم الشمل السياسي مرة أخرى فلا أضير في الانتخابات المبكرة لا يخفي رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي حماسته بشأن عودة التحالف الثلاثي الذي جمعه مع التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني ملمحاً إلى إمكانية العودة للمشتركات مع حلفائه تحت مقولة أنا رجل الكلمة الواحدة يغازل الحلبوسي في حوار متلفز زعيم التيار الصدري ومقترح إجراء الانتخابات المبكرة مؤكداً أنه لن يدعمها إلا في حال حصول توافق يفضي إلى عودة الصدريين إلى المشهد السياسي يدافع الحلبوسي أيضاً عن حلفائه الكرد رافضاً الضغوط التي تفرض على إقليم كردستان تحت يافطة المحكمة الاتحادية مبيناً أن أي خلاف بين بغداد وأربيل يجب أن يحل وفق اتفاقية الورقة السياسية وقانون الموازنة الذي ينظم الصلاحيات المالية يطرح رئيس حزب تقدم العديد من الملفات الكبيرة والشائكة لكن ما يهم هو مصالح المكون السني رئاسة البرلمان التي يرى أنها أحقية حصرية لحزبه وفق مبدأ الأغلبية السنية ونتائج الانتخابات والاتفاقات ويلوح بقوة وبدون مجاملة بالانسحاب من العمل السياسي إذا ما لم يتم الاتفاق على هذه المشتركات ويتفق رئيس البرلمان السابق في طروحاته مع قرار انسحاب التيار الصدري من البرلمان والعملية السياسية برمتها وأعلان البارتي مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان فاتحا باب التكهنات حول مصير تحالف الأغلبية الذي كان قريبا جدا من تشكيل الحكومة لو لا حيلة الثلث المعطل التي استخدمها الإطار التنسيقي في عرقلة ذلك كما يستذكر الرجل ترجمة نانسي قنقر